زار وكيل وزارة الشباب والرياضة صالح الفقيه جامعة اقليم سبا واطلع على سير الانشطة الشبابية والطلابية في الجامعة وطاف بمعامل وقاعات الجامعة في اطار التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة اقليم سبا في مجال الانشطة الشبابية اختمت في مدينة مأرب الورشة الخاصة بقانون العمل اليمني وتطبيقاته التي أقامها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بالشراكة مع منظمة شاهد الحقوق والتنمية وتناولت الورشة قانون العمل اليمني ووقفت على مواده التي نظمت العلاقة بين العامل ورب العمل واستعرضت المشكلات التي تحدث في المؤسسات والمرافق الانتاجية والخدمية نتيجة عدم تطبيق القانون برعاية مؤسسة صلة للتنمية دشن بالمركز الاجتماعي لتنمية المرأة والطفل بسيئون برنامج الدعم النفسي للنازحات من الحرب التي تشنها ميليشي الحوث والمخلوع على عدد من المحافظات ويستهدف البرنامج أكثر من مائة نازحة وفدت إلى مديرية وادي حضر موت نفذت مؤسسة إنقاذ للتنمية الخيرية مشروع الحقيبة المدرسية والزي المدرسي والمصحف الشريف وكذا رحلة ترفيهية لخمسين طالبا وطالبا من المعاقينة والمتضرين من الحرب إلى وادي حنة والضباب ضمن برنامج من حق أن أتعلم موسيقى